المترجم للأساسي الأساسي الأربع أو ألم ألم تفضلت ربع كيفك اليوم؟ جاز أنا الحمد لله كويسة أول مرة تيجي عندنا في العيادة أوكي طيب ممكن أسألك هل قد رحت لتكتور نفسي من قبل؟ أو هذه أول مرة لك؟ أوكي طيب طيب غليني أسرعلك شوية كيف أول جلسة؟ أوكي أول جلسة عادة يعني نتكلم فيها على كيفك في أي موضوع أنت نفسك فيه إذا في شيء أنت مضايقك ونفسك تقولي أن أنا طبعا هنا أستعد أسمع لك وأساعدك في أي مشكلة لكن إذا أنت تحتاج وقت أنا أعرف أنه بعض الناس يحتاجوا وقت أنه يشوفوا كيف كيف شعورهم خلال الجلسة وبعدين يقرروا إذا يبقوا يتكلموا في الموضوع الأساسي أو لا فهم أنا أساعدك كيف أحاول أني أخلي هذه الجلسة يعني حلوة ومفيدة أنا كمان أحب أعطي بعض التمارين تساعدك في أنك تفهم نفسك أكثر تعرف كيف تعبر عن نفسك بشكل أفضل كيف تكون واعي أكثر عن الشعر اللي تحس بيها بس على عسب يعني أنت اليوم يعني عطورك لأي سبب أنت إش إش معتاش مساعدة في إيش بالضبط كذا أنا رح أعرف إشاء التمارين اللي أنت ناسبك حسنا حسنا طيب قبل ندخل في الموضع أبغى أسألك كذا كم سؤال حسنا كم سؤال بسيط إذا عابت رد رد إذا ما عابت رد حسنا أبغى تعرف أنه أي شيء تكوني يعني ما رح يتلع من الغرفة حسنا حسنا هذا المكان يعني أعتبره مكان آمن مكان أنت تروح له لما أنت تعتاش أنك تفضف فلا تخاف يعني أنك تكلمني في أي مطور حسنا ومدما أنت تحس أنك جاهز حسنا 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 ممتاز حسنا 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 وفيه المفتاح مع ترعي يشوفوا فهو وعادة الملاحظات تكون لي انا بس عشان اتكر بعض التفاصيل اللي تساعدني اني اساعدك اوكي اوه كيف سو طيب السؤال اللي بسألك هو ايش اللي غلاك تقرر انك تموت روح تقدر نفسي يعني ايش اللي دفعك اوكي انك تتخذ هذه القطوة عادة الناس يروح تقدر نفسي لما يكون يعسوا انهم يعني جسيني مروا باكتئاب او عندهم توتر كثير او قلق ويحتاجوا يعني مكان يروح يفط فطفي او 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 مثلا جسيني مروا بوقت يعني مر صعب انه مشاكل عائلية او مشاكل زوجية ويحتاج احد انه يسمع له يعني ويساعدوا في التفكير فهذه كلها اسباب او فانت ايش اجتهت انه يعني ايش السبب اللي دفعك تجياندي اليوم او 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 اعيانا الاعياء تكون صعبة او اعيانا لما احنا نروح نطلب مساعدة من شخص يعني هذة الخطوة لعالها خطوة تكون كبيرة بالنسبة لنا فانك جيت عندي اليوم انا يعني اهنيك او لانه انا اشوف انه هذة شجاعة منك او واشوف انه هذا الشيء يعني حلو انك انت انت تتم بساعتك النفسية كمان وبس الرسدية انك انت تتم انك تكون يعني شخص راضي مرتع باعياته وكمان الناس اللي عهلو او يكون تأثيرك عهلو عليهم فا يعني اهنيك او 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 طيب هل تعز انه انه هذة السبب او يعني جاسي اثر على عياتك اليومية هم القلق التوتر او الاكتئاب هل تعز انه جاسي اثر على عياتك اليومية يعني لما تروح المدرسة او في الشغل او يعني في علاقاتك الشخصية او حسنا ها هم هم ياه شي صعب هم ياه لما يعني لما تكون جاس تمر بكل التغطات يعني شي صعب انك تكون في نفسيها علوة بالنصف يعني اللي عولك راثلت شي سمع أكيد أكيد طبعا يعني شوف يعني البشر أي شيء ممكن يعني يعكر مساجنا إذا كنش يعني وما أكلنا ذاك اليوم يعني حتى تجوع أحيانا يعني من جد يأثر على المساج إذا النوم كان يعني غير منتظم أحيانا هذه الأشياء لأننا نشوف أنها بسيطة لكنها هي مرة مهمة تأثر على مساجنا تأثر على نفسي يتناع فإذا أنت ما تنام كويس وتروح للشغل أو المدرسة وكل هذه الساعات ونكما تأكل يعني أكل يعني غير صعي أو غير مكتمل الفيتمينات وكل هذه مع بعض يعني تخيل يعني المساج كيف رأي يكون فمهم جدا مهم أننا نحن أنه بشكل منتظم نأكل أكل صعي يعني كذبنا نكتب يعني وحاول دائم يكون معك سناكس أحاول كذا في شنطتك تأخذ شناكس دائما معك كذا الشي عصير لو تأخذ معك موز دفاع يعني كذا الشي بسيطة في شنطتك بس لو جعت يصير تأكل شوية لأنه رح تشوف كيف هاد الشي مرة يأثر على نفسي هادنا يعني في ناس مرة يحسوا بالغاضب وينفجروا على الناس اللي عولاهم بس لأنه جيعا فمهم طيب ما تخف يعني كل هالأشياء اللي مضيقتك أنا رح نتكلم فيها وإن شاء الله يعني رح تخف وتخف رح أساعدك في كل غضو كي كي لطا كي 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 أتخل هاد شواية ألوَدوي مكتأ هاد شأني بي أوسيك كي حسنا حسنا الحمد لله طيب كيف وضعك المادي ممكن يعني تقييم لي هل تحس وضعك المادي يعني متاس أو يعني معتدل أو سيء كيف تراي تقييمه حسنا 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 إذا الوضع المادي كان سيء الإنسان يمر بضغطات كثيرة من الناعية حسنا 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 طيب آآ شاي كمان تقييم لي نومك يعني كيف نومك منتظم هل تنام تساعد كفاية أو لا آآ قيم ليها من ممتاز معتدل أو سيء أوكي أوكي يعني أوكي أوكي هل تحس أنك مستعد الآن أن تتكلم في الشيء اللي كان ضيقك اليوم؟ أوكي 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 يعني حسيت بالألم وتهزن يعني شرعلك مشاعرك طيب طيب وإيش قلت له حسنًا حسنًا إيش قلت طيب أنا أكدر أستاذك بالموضوع يعني أقدر أعطيك طرق تقول فيها اللي أنت نفسك تقوله وشوف الطريقة اللي تناسبك أنت أكثر إيش رايك فإذا أحد سعى لك كي ضايقك وكل شيء وتبغى تعبر له تبغى تقوله يعني كيف أنه سلوبه أو كلامه أو الفعل اللي هو سوا كيف أثرة عليك تقدر تقول مثلًا دائما ابدأ بأنا انا اشعور اقول ايش الشعور اللي انت حسيت فيه لما تقول انت قلت او انت سويت الشخص هذا على الطول يبقى ايش يصير يبقى يدافع عن نفسه عندما تبقى الانسان يصير كذا يعني مدافع تبقى الانسان تكلم معه انه كمان هو يحس بامان صح؟ زي ما انت تبقى تحس بامان تبقى الانسان الثاني تبقى الشخص يسمعلك ويفهمك فتبقى انت انه فكرتك توصل تعبيرك عن مشاعرك تبقى يكون مفهوم فعشان كذا اعنا مهم ان اعنا نعبرا مشاعرنا بشكل انه نساعد للشخص الثاني انه يفهمنا فما ما نبدأ باللوم كثير ناس على طول يلوموا انت كذا انت سويت انت لا اعطا قل انا اشعر قل اش الشعور عزين طي انا ساعدك تكتشف اش الشعور اللي انت عزت فيه طي انا ساعدك في مشاعر أربعة أساسية هي العزن القضب السعادة القوف طيب هذه المشاعر الأربعة الأساسية تكل أي شعور الانتسج فيه العزن ممكن يكون ندم ممكن يكون شعور بالوحدة ممكن يكون فقدان أمل تعس إنه ما في أمل إنه ما في حال السعادة ممكن تكون إنه أنت متعمس متشوق لشي أو تكون فخور مستخر بشي هذه واحدة المشاعر اللي تتدرج داعت السعادة فيه كمان الغوث الغوث ممكن يكون ارتعاب ممكن يكون قلق توتر كثير الغضب ممكن يكون شعور عقد أو ممكن يكون انسعاج ممكن تكون منسعاج من شي ففي كثير مشاعر تتدرج داعت هذه الأربعة المشاعر الأساسية أية واحدة منها أقول لي أي واحدة من الأربعة هل هي عزن سعادة غضب أو خوف حسن 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 فلما هذا الشخص تكلم معك بذلك الأسلوب انت عسيت بالعزن مهما أوكي و إيش يعني الأفكار اللي جاءتك إيش فكرت يعني لما هو قلق كذا حسن حسن آه 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 طيب عسيت بالغضب كمان يا أعيانا نعس بكم شعور في نفس الوقت يا طبيعي أعيانا نعس نعس نعسل غضب كله مع بعض آه 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 مثلا لما الواعد يكون بينقل بيت جديد يعز بالخوف يعز بالقلق وفي نفس الوقت يكون متعمس ومتشوق انه يبدأ صفحة جديدة ونروح بيت جديد شايف ففي كثير مواقف نمر فيها ونعز فيها كم شعور في نفس الوقت طبيعي انك انت عزت بكم شعور من سواء طيعي فانت لما اسمعت كلام هذا الشخص فكرت انه انت يعني ما تستاهل ان انت ما تستاهل ما تستاهل سعادة وش كمان في افكار جاتك انك ولا شيك يا هذي مشاعر فكورس يعني هذه الافكار ستعطيك مشاعر قوية من العزن والغضاء طيب خلينا نشوف هذه الفكرة هل هي صحيحة ولا لا هل صحيح انك انت ما تستاهل السعادة فكور بم هنا اكيد انت تستاهل السعادة كل انسان في هذا الدنيا يستاهل السعادة يستاهل السعادة يستاهل العب يستاهل الامان بس احيانا احنا يعني حقلنا خلاص يكون يعني programed انه يفكر بهذه الطريقة لك انت الان تقدر تعدل طريقة التفكير وتذكر نفسك انه لا انا استهل السعادة انا استهل السعادة واستهل اني انه الناس يعملوني باحترام طيب الفكرة الثانية اللي جاد في بالك هي انك ولا شيء طيب عادة احنا لما نجينا افكار شكذا تكون من الماضي ممكن يكون باشياء في الصغر صارت لنا تخلي عندنا هذي الافكار اي شيء اي انسان يألمنا يغذينا ويقول شيء مؤلم هذه الافكار تبدأ تطلع لكن هذه الفكرة هل هي صحيحة ولا لا هل هو شيء هل صحيح انك انت ولا شيء لا لا طبعا لا بالحكس لك قيمة سيئة اي انسان ثاني هل هي صحيحة اي انت ترموه ولا شيء اقرأها واسأل نفسك هل هذي الافكار صحيحة ولا لا انت انت انسان لك قيمة عالية في هذه الدنيا يعني ربي جابك انا لسبب تفيد العالم بوجودك اقرأي اقرأي بعض التمارينات اللي راح تساعدك اوكي فلما تبقى تجي تعبر للشخص عن شعورك بتكتر تقول انا اشعور اش قلت انت حسيت بايش بالعزن انا اشعر بالعزن لما انت سويت هذا الشيء بدلا ما تقول انت سويت كذا تقول انا اشعر بالعزن لما انت تكلمني بهذه الطريقة لو سمحت اكلمني بطريقة ما مختلفة لو سمعت فأنت كذا تعبر عن مشاعرك وتطلب من الانسان الثاني انه يكلمك باعترام بدون لوم بدون ما تخلي يعس انه هو يعني انك انت تهجم عليك تهدي نفسك ويعني خلي اسلوبك اعزم منه طيب من دام الوقت خلص طيب اذا تبغى نسوم واحد لجلسة ثانية خلينا اشوف جدولينا ايش اليوم اللي نسبك عادة ايضي يوم اكي الاربع والجمع اوكي طيب انا بالنسبة لي جدولي خلينا اشوف اوه ما تجمع ما اكتر بس انتي يوم الاربع اوه من الساعة عندي يعني من الساعة عشر الصباح عندي عشر الصباح فاضية عشر اللي عدع عشر ساعة او اذا تبغى عندي في الثاني اثنين لثلاثة الظهر اي وقت نسبك اوكي 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 ممتاز شكرا شكرا لعطورك طبعا 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 اتمنى لانك يوم عجوب اوكي باي اي اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا لايك اوكي سبسكري سارة جرس انديو پات�اوم اذا عابد максим 명يني عربت الفيديو شكرا شكرا بت Только ترجمة نانسي قنقر